بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وهيء للمسلمين من أمرهم رشدا نجمعهم على كلمة الحق يا أرحم الراحمين مرحبا بكم أيها الكرام ونستهل معكم مجلسنا التاسع عشر من مجالس التعليق على ديوان الحماسة الذي جمعه أبو تمام عليه الرحمة والرضوان ما زلنا يا كرام في المقطوعة التي تنسب إلى السموء لابن عادية وإلى عبد الملك الحارثي وبينا في أول المجلس الماضي شيئا من أسباب اختلاف النسبة وقلنا إنها تنسب إلى غيرهما أيضا لكنها في الأشهر في أشهر كتب الأدب والنقد تدور على هذين الاثنين وذكرنا أدلة كل فريق من الفريقين في الانتصار لذلك اليوم إن شاء الله تعالى نتابع من حيث وقفنا ونستمر معكم في البيت الرابع بعد أن فرغنا من الأبيات الثلاثة الأولى نعم طيب إذن نشارك معكم الشاشة من جديد إذن كما قلنا نحن معكم يا كرام في المجلس التاسع عشر نحن معا في المجلس التاسع عشر من مجالس التعليق على ديوان الحماسة نعم وصلنا إلى البيت الرابع وهو قوله طبعا بعد أن قال في البيت الثالث تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل قال وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول بقاياه البقايا المراد بالبقايا ها هنا عفوا يا كرام المراد بالبقايا ها هنا لا تسير إليكم الأخلاف عندنا الأسلاف وعندنا الأخلاف فإذا وما قل من كانت بقاياه مثلنا يعني من بقي منهم بعد أن رحلوا ومن خلفوهم للسيادة والمجد بعد أن رحلوا وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول نعم هذه عادت إلى المشكلة نفسها نحلها إن شاء الله تعالى نعم إذن شباب تسامى للعلا وكهول وشباب تسامى أي تسمى وترتفع إلى المعالي وكهول والكهول جمع كهل والكهل في الأصل يا كرام من وخطه الشيب وقيل هو من جاوز الثلاثين إلى الأربعين أو من جاوز الثلاثين إلى الخمسين أو من جاوز الأربعين إلى الستين وما بعد الستين فإنه يسمى شيخا فإنه يسمى شيخا إذن كما قلنا كما قلنا الكهول جمع كهل وهو من وخطه الشيب وجاوز الثلاثين إلى الأربعين أو الأربعين إلى الستين وهناك أقوال أخر ذكرت بعضها كذلك نعم أما الشيخ فسنه بعد ذلك إلى أن يهرم ويثنى إلى أن يهرم ويثنى نعم إذن قال وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول طيب نتي إلى التصريف نتي إلى التصريف يقول وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب الشباب في الأصل يا كرام مصدر شب يشب شباب لكن يعبر به عن الجمع كثيرا يعبر به عن الجمع كثيرا للمبالغة أي كأنهم هم الشباب نفسه فهمنا هذا يا كرام وأنتم تعلمون أن تحولات الكلمة في أبنيتها في غاية الكثرة والغرابة في العربية نعم التقارض التقارض في أبنية العربية كثير جدا ترى المصدر يعبر به عن اسم الذات وترى المشتق ينتقل للدلالة على اسم الذات أو ترى المصدر يوصف به ليكون مشتق وهكذا فإذا العربية في غاية الساعة وقد سئلت قبل يومين أترى العربية أصعب اللغات؟ قلت لا بل هي أوسع اللغات وفرق كبير بين قولك أوسع اللغات وأعسر اللغة العربية من أسهل اللغات في التعلم إذا تعلمناها بحقها إذا أخذناها بحقها لأن لها أنظمة متينة في بداياتها لسيما في الأمور التركيبية القواعدية تراها تسير على نسق وخط واحد ولذلك الخطوة الأولى تسلمك إلى ما بعدها نعم هي أوسع اللغات غير أنها ليست أعسر اللغات في التعلم فإذا الشباب مصدر وصف به هو ثلاثي مزيد بحرف واحد صحيح الآخر مذكر حقيقي وهو اسم جنس معنوي جامد مصدر شب يشبه عبر به عن الجمع المبالغة وتسامى يا كرام تسامى على وزن تفاعل إذن أصلها تتسامى أصلها تتسامى طيب التقى تاءاني في أول الكلمة فحذفت إحدى التاءين تخفيفا حذفت إحدى التاءين وهي الثانية تخفيفا أما الأولى فيتاء المضارعة تبقى لأنها دليل المضارع فبقيا إذن قذفت التاء الثانية تخفيفا فصارت تسامى على وزن تفاعل وأصلها تسامي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا الآن ما معنى الزيادة في تسامى يا كرام ما رأيكم في معنى الزيادة نعم ما ترون في معنى الزيادة المبالغة المبالغة تكلف الشيء المبالغة طيب دقيقوا جيدا نحن نقول مثلا تسامى زيد وهذا صحيح وبعض الإخوة خطأ استعمالها في المفرد قال لا يجوز أن يقال مثلا تسامى فلان وصواب أنه يجوز ذلك قد ورد ذلك في المعاجل فحينئذن الزيادة للمبالغة سامى وتسامى فالزيادة للمبالغة وفيها معنى التكلف أيضا ومعنى التكلف ليس بعيدا عنها لكن شباب تسامى أي يشارك بعضهم بعضا في السمو فالزيادة للمشاركة تمام أحسنتي الزيادة هاهنا للمشاركة لكن معنى المبالغة ليس مرفوضا في الأصل فتنبهوا لذلك لكن هاهنا شباب تسامى أن يشتركون في السمو وهذا يدل على أنه فعل فعل الجماعة لا فعل الفرد وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى بمزيد من التعليق بعد قليل واضح؟ لا التكلف ليس بالمعنى المذموم وإنما قالوا مثلا في تعلم إن زيادة فيه للتكلف لأنه يحصل شيئا فشيئا لأنه يحصل شيئا فشيئا واضح؟ فليس المراد بذلك ما يسبق إلى الوهم إذن شباب تسامى للعلا وكهل والكهل جمع كهل وكهل صفة مشبهة وكهل صفة مشبهة ما فعلها يا كرام؟ كهل ما رأيكم في كهل؟ هاتوا ما رأيكم في فعلها؟ نعم وكهول إذن الكهول جمع كهل نعم تتأخروا عندي الصورة قليلا طيب ها اسم من اكتهلة أكسنت إذن ماذا يعني ذلك؟ أنها صفة مشبهة لفعل مهمل فلا يقال كهل يكهل مثلا لم يستعمل فهي صفة مشبهة لفعل مهمل والمستعمل اكتهلة اكتهلة واضح؟ لكن العربة أهملت أهملت مجابل إذن هي صفة مشبهة لفعل مهمل طيب شباب تسامى للعلا وكهول علقنا على كهول نعود الآن إلى إلى الإعراض تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول سؤال شباب تسامى للعلا وكهول أتذروا أتذروا أرة أخرى لا بد من الصبر طيب الآن يا كرام جملة وما قل من كانت بقاياه مثلنا ما رأيكم فيها؟ وما قل من كانت بقاياه مثلنا ما رأيكم في هذه الجملة أخي أوفة يسأل أحوذي فنعت من كهول هو هنا عبر به عن اسم الذات هذا أولى من القول بحث فيه أنا وهذا كثير يعني الانتقال إلى اسم الذات كثير شباب وكهول فاعطفأ على الشباب على الذوات فهي اسم ذات منقول من مشتق على صيغة الصفة المشبهة من مصدر فعل مهمل طيب الآن معطوفة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ماذا؟ شباب تسامى للعلا وكهول الجملة معطوفة على ماذا؟ على إن الكرام قليل فإذن تنبهوا يا كرام هذا يعني أنه داخل ضمن القول هذا يعني أن الشطر الثاني داخل ضمن القول وما قل من كانت عفوا فقلت لها إن الكرام قليل الآن هذا من تتمة قوله وما قل يعني قلت لها وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول فقوله أن كانت إلى قوله طبع هذه معطوفة على جملة إن الكرام قليل في محل نصب بالعطف في محل نصب بالعطف طيب الآن وما قل من كانت بقاياه مثلنا من كانت بقاياه هو يتكرم على أجداده أليس كذلك إذن كان الظاهر أن يقول من كانت بقاياهم فيجوز أن يقول من كانت بقاياه فيجوز ذلك يا كرام نعم طيب ننتظر ننتظر الانتقال نعم ما رأيكم؟ مرة أخرى حتى نرجع صبركم الله نعم إذن مراعاة لللفظ تمهت الآن جاءني الكلام الآن وصل فإذن من كما قلنا وكما تعلمون يا كرام من اسم مو أصول ولفظها مفرد أبدا فإذا كان الكلام عائداً على جمع فلك في ذلك مراعاة لفظها فتعيد الضمير بالإفراد وما قل من كانت بقاياه ولك أن تراعي المعنى فتعيد الضمير بالجمع وكلام العرب جاء على كل فلا مشاحة في ذلك كل ذلك صواب كل ذلك صواب إن شاء الله نعم وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب ماذا تعلمون شباب؟ صحيح ماذا تعلمون شباب؟ ما رأيكم؟ هم شباب تماماً إذن خبر لمبتدأ محذوف قوله شباب خبر لمبتدأ محذوف الآن والجملة وجملة هم شباب وجملة هم شباب استعناف بياني جميل جداً إذن هم شباب الجملة استعنافية استعنافاً بيانياً الآن الآن أقول لك جميل جداً تابع معي البيت اللاحق انظر ماذا يقول يقول وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ماذا تعبون وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ما رأيكم ما رأيكم وما ضرنا وما ضرنا ما يعرفوا هذه الجملة وما ضرنا اعتراض أستاذ طاهر يقول معطفة على وما قلة أو على لأن الواوة تعطف على الأول أو على إن الكرام قليل إذن يا كرام يا أفاضل مقوله لم ينتهي بعد مقوله هو الآتي وانظروا إلى أثر النحو في إيقاظك لضبط المعنى فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ثليل فهمنا هذا يا كرام وعلى هذا فقوله شباب تسامى للعلا وكهول ما هي ما هي بنت عمي الاستئنافية اعتراضية اعتراضية للتبيين لا محل لها من الإعراب وضح لكم الأمر يا كرام طيب إذن شباب تسامى جملة تسامى في محل رفع صفة لشباب للعلا اللام في قوله للعلا للتعليل أي لأجل المعالي وكهول وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول هذا كله واضح لكم إن شاء الله تعالي طيب الآن طبعا أنا أعتذر يعني ربما لا أستطيع المشاركة مشاركة الشاشة مرة أخرى فعثرون نعم طيب المعنى العام يريد أن من كان على مثل حالنا من النجدة والأنفة وطلب المعالي وبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه قليل وأن مصيره إلى الفناء واندثار الأثر هو المشكل الأكبر عنده قضية اندثار الأثر وكانوا يحرصون على بقاء الذكر الحسن بعده فكأنه رأى هذه الكلمة كبيرة من الكبائر في حقهم لما قال تعيرنا أن قليل عديدنا هي ليست قضية قلة العدد فحسب وإنما قضية محاء الأثر فإذا كانوا قليلين العدد فهذا يعني أن أثرهم سيزود يوما ما يوما قريبا فالآن لذلك أطنب في الجواب فقلت لها إن الكرام قليل طيب أبينا سبب العطف بالفاء وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلاوة كهود صار واضحا لم طيب الآن في هذا البيت وما قل من كانت بقاياه مثلنا فيه إطناب بالتكميل والاحتراس كيف ذلك؟ لأنه لما قال فقلت لها إن الكرام قليل تمم بهذا البيت ردا على من يتوهم أنما آلهم الفناء ومحاء الأثر لما قال إن الكرام قليل فهذا يعني هو يثبت أنهم قليل وأنهم ربما يمحى أثرهم بعد موتهم بعد موت هذه الفئة القليلة قال لا وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلاوة كهود فهمتم؟ وهذا هذا مما يمتاز به الشعراء مما يمتاز به أرباب البيان العالي أرباب البيان العالي يمتازون بأنهم يحسنون التأتي في الإبانة عما في ضمائرهم يعرفون؟ مزالق النفس ومداخلها ومخارجها وكيف يستطيع أن يستل المعنى من جوفه ويبرزه في أحسن حنة بهذا امتاز أولئك ثم يمتازون بأنهم يحسنون تتبع خطارات النفس عند المخاطب هم يوجهون كلامهم إلى مخاطب ولذلك يتتبعون خطارات نفسه ومر معي هذا كثير أقرأوا نصا أقول طيب لما يقول هذا؟ ماذا يقصد بذلك؟ في البيت الذي بعده يأتي جوابه هذا السؤال فبهذا امتاز أرباب البيان العالم نعم فإذا فيه إطناب بالتكميل والاحتراس قال وما قل من كانت بقاياه مثلنا شمام تسامى للعلاوكم ثم انظروا إلى كلمة بقاياه وإلى وقعها وأثرها كلمة عظيمة جدا يا كرام وفق لها الشاعر أيما توفي ولها وقع لطيف في البيت وفيه إشارة إلى أن الأحفاد والأخلاف إذا كانوا كذلك وهم بقايا أولئك السادة فكيف بالأجداد والآباء؟ فإنتم هذا يا كرام وما قل من كانت بقاياه مثلنا طيب إذا كانت هذه البقايا فكيف بالأصول؟ فإنتم هذا؟ طيب وفيه إشارة أيضا إلى أنهم يتوارثون المجد كابرا عن كابر يقول لا خوف علينا ولا فناء لنا وإن بقينا قلة فإن على عهد آبائنا ماضون طيب الآن لما فصل جملة شباب تسامى للعلى عن الجملة السابقة؟ وأظن أن بعض الإخوة أجاب عنها قبل قليل الشيء السلطان يقول لما قال شباب تسامى ولم يقول شباب تسامون؟ كيف تسامون؟ يتسامون تقصد لا يمكن أن يكون تتسامون بالتأ مع واوي الجماعة التي هي للمذكة لكن تقصد لما قال تسامى أي تسامت يجوز ذلك لأنه يعني جعله كجمع التكسير كل جمع مؤنث ولا إشكال فيه أبدا طيب إذن لما فصل الجملة؟ فصل جملة شباب تسامى عن الجملة السابقة أجبتم عنها قبل قليل نعم وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول أين أنتم يا قوم؟ لعلكم أجبتم ولما يصل إلي الجواب طيب قلنا وهذه مرت بنا من قبل أيضا لأن بينها وبين الجملة السابقة شبه كمال اتصال إذا كان بين الجملتين كمال اتصال أو شبه كمال اتصال أو كمال انقطاع أو شبه كمال انقطاع فإنه حينئذ تفصل الثانية عن الأولى فقوله شباب تسامى كأنها جواب عن سؤال ناشئ من الأولى لما قال وما قل من كانت بقاياه مثلنا طيب من هم؟ هذه البقية فالجواب هم شباب تسامى فكأن سائلان سأل فجاء الجواب والجواب شديد لالتحام بالسؤال فكأنه هو فلا حاجة إلى رابط يربطه بالسؤال ولذلك لا تأتي الواو في مثل هذا عادة واضح هذا يا كرم واضح هذا يا كرم والصوت يصل إليكم مباشرة أيس كذلك طيب وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول طيب إذن الفصل في هذه الجملة واضح إن شاء الله تعالى ثم انظروا هنا عندنا أيضا إطناب بالاعتراض في هذه الجملة اعترض بها للتبيين الغرض من الاعتراض هنا التبيين طبعا والاعتراض هو من مفردات الإطناب من مفردات الإطناب نعم ثم قال قال في البيت الخامس إذن تعيرنا أننا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهوله وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل يا سبب من حيث المفردات البيت واضح وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل الجار الجار هذه الكلمة يا كرام ترد كثيرا جار جار وزنه فعل فعل فهو اسم ثلاثي مجرد صحيح الآخر مذكر وهو مشتق على صيغة فعل بمعنى اسم الفاعل للمبالغة أي المجاور من مصدر جاور يجاور فهو مجاور وجار غير أن جار أبلغ نعم إذن هي بمعنى اسم الفاعل ثم صار يعبر بها عن الشخص عن الشخص المجاور نفسه صار يعبر بها عن اسم الذات لتوكيد المبالغة طيب وجار أصله جاوار تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا طيب نعود إلى ما ذكره أستاذ نزار يقول أتصح جملة شباب بدلا من مثلنا يعني وما قل من كانت بقاياه مثلنا بعض الإخوة قبل قليل ذكر أن شباب يمكن أن تكون بدلا من من نعم يعني بدلا كل من كل أو بدلا مطابقة نعم وهذا صحيح ممكن طيب ألا يمكن أن تكون بدلا من مثلنا يعني وما قل من كانت بقاياه هم شباب تسامى للعلا وكهول وهذا أيضا وارد لكن انظروا تكثير الجمل ولعله أشرت إلى هذا تكثير الجمل مقصد عند البلاغيين ومقصد عند أرباب الكلام العالم تكثير الجمل ويعني أظن من ربنا عدد من الأمثلة على هذا طيب وما قل من كانت وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ثليل إذن تكلمنا على جار أما في الإعرب وما ضرنا أننا قليل نحن قلنا إن الواوى حرف عطف وما ضرنا أننا قليل الجملة معطوفة على إن الكرام قليل فهي في محل نصب بالعطف فهي داخلة ضمن المقول انظروا مرة أخرى كيف ينظم الإعراب كيف ينظم الإعراب المعاني بدقة ويوقظك لها المعاني نائمة يأتي الإعراب ويوقظ في عقلك أدق المعاني طيب وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز ما تقولون فيما وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز ما تقولون فيما نعم وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز ما رأيكم فيما شيخ سلطاني يقول نافية أو استفهامية أي رأي ترجح ولمه أي رأي ترجح ولمه وما ضرنا أننا قليل ما رأيكم يا كرام أترون أن ماها هنا نافية أو استفهامية الاستفهام والاستفهام خرج إلى معنى ماذا إلى معنى ماذا آه النفي تماما النفي بدليل ما قبلها وهو النفي وما قل من كانت بقاياه مثلنا ثم يقول وما ضرنا أن نقل أرى أن الاستفهام ضعيف يا كرام وإن كان الشرح قد قالوا إنه ممكن وإنه يخرج إلى معنى التقرير أنا أرى أن النفي فيه تبكيت أكثر هو يبكتها هو يرد عليها هو يؤلمها بهذا الكلام والاستفهام فيه تلطف واضح الاستفهام فيه مشاركة السامع في المعلومة واضح يا كرام النفي يعني فيه تقريع أكثر وتأنيم فولا ينتظر منها أصلا ولا يسألها مع أن الاستفهام هو ليس على حقيقته لا أنا لا أرى الاستفهام هو يقول وما ضرنا أن نقلل يعني كأنه هكذا يطلق أحكاما صارما فإنتم هذا يا كرام انظر كيف قال فقلت لها إن الكرام قليل ما قل من كانت بقاياهم مثلنا ما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز أنا هكذا أقرأ أقرأ هذه الأبيات طبعا والأمر إليكم الأمر فيه سعة غير أني يعني لست مرتاحا إلى معنى الاستفهام البتة والله أعلم أراه يريد تبكيتها وتحقيرها بهذا الكلام وقرعها بهذه الجمل القاسي نعم والجمل وبعضها فيها فضل توكيد إن الكرام قليل ما قل من كانت بقاياهم مثلنا ما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز نعم طيب والعجيب أن المعنى يتلجلج في صدرك أحيانا غير مكتمل فإذا جتمعت مع إخوانك من أهل الفضل والعلم بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة والأخوات فسبحان الله يفتح الله لك تتميم هذا المعنى وحسن الإبانة عنه نعم طيب فالفضل بعد الله عائد إليكم الآن لا بأس سازة هاجر تقول كأنها مع من يرى أن الاستفام هنا أولى وأنه يستحثها لتعد أسباب الضر لا بأس وما ضرنا لكن أنا مصير على قراءة على نبرة النفي وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل نعم طيب الآن تعالوا مرة أخرى لنرى عظمة الإعراب في تنظيم المعنى وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز ما إعراب الواو يا كرام ما تقولون في الواو ما رأيكم حالية تماما والجملة والجملة في محل نصب حال من من صاحب الحال من صاحب الحال يا كرام الضمير المستتر في قليل أن قليل نحن يعني صفة مشبهة إذن الضمير المستتر في قليل صاحب الحال وانظروا يقول لا يضرنا قلة عددنا في هذه الحالة وهذه حالنا محلهم جارنا عزيز انظروا يا كرام ربما يقول أحدكم طيب يا أخي جعلها عاطفة اعطف علينا فرصي عاطفة والجملة معطوفة على قليل أو معطوفة على المصدر المؤول نجرب إذا كانت معطوفة على قليل صار المعنى وما ضرنا أن قليل وما ضرنا أن جارنا عزيز رأيتم رأيتم كيف فسد المعنى وخرج إلى سياق آخر طيب إذا عطفناها على المصدر المؤول صار المعنى وما ضرنا عزة جارنا هي قيد لابد أن تكون قيدا وما ضرنا قلة عددنا وهذه حالنا من إعزاز من يكون في جوارنا وحمايته ومنعه من أعدائه فهمتم هذا إذا مدار الأمر هنا على قلة مرة أخرى يعيد يلون لها في الأسلوب يقرعها بذلك ويبين لها حقيقة الأمر وما ضرنا أنه قليل وهذه حالنا الجملة في محل نصب حال حتما وإياك أن تقول إن الو وحرف عطف فهذا تخليط طيب وجار الأكثرين ذليلوا هذه الجملة أيضا في محل نصب حال ثانية في محل نصب حال ثانية حال ثانية وحينئذ الحال هنا متعددة طيب يا أخي هل يمكن أن تكون حالا متداخلة نعم لكن إذا كانت متداخلة فستكون حالا من ماذا ها شيخ أوفة انظر يعني استشكل يقول لا لا تكون متداخلة لا ليس عزيز صاحبها ليس عزيز عزيز وإنما الضمير المستر في عزيز تماما ضمير عزيز وارد جدا طبعا فإذا إما أن تقول إنها حال متعددة وإما أن تقول إنها حال متداخلة أي وجارنا عزيز هو يعني عزته في حال ذل جوار الآخرين أو الأكثرين وضح هذا يا كرم فإذا إما أن تكون حالا متعددة وإما أن تكون حالا متداخلة وعلى كل وعلى كل فالعجيب أن النحويين يقولون إن الحال إما أن تكون مؤسسة أو موطئة أو مؤكدة وأنتم ترون معي أن الجملة الثانية هي مؤسسة لأن المعنى جديد غير أن فيها فضل توكيد هذا ما أرى وهذا عجيب الجمع بين التأسيس والتوكيد نعم هي مؤسسة لكن فيها فضل توكيد أيضا إذ إذ المعنى وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز لما قل وجارنا عزيز بهم بمفهوم المخالفة أنه يريد ذل جوار الآخرين طيب فهذا إذن هذا مفهوم مما سبق معنى الجملة الحالية القادمة مفهوم مما سبق ولذلك كان فيها فضل توكيد أيضا فهمتم هذا يا كرام وما ضرنا أنه قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل نعم طيب وما ضرنا أنه قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل يريد أن يقول طبعا وما ضرنا أنه قليل تعرفون جميعا المصدر المؤول من أنه قليل في محل رفع فاعل لضر يعني وما ضرنا قلة عددنا في محل رفع فاعل لضر طيب يريد أن يقول يلون في الأساليب مرة أخرى إذا جئنا إلى المعنى العام يلون في أسلوب تقريعها وتأنيبها وتبيان الحقائق لها مرة أخرى بأنهم لا يضرهم قلة عددهم طالما أنهم يحمون جوار من نزل فيه من استغاث بهم أغاثوه ومن استنجل بهم أنجدوه وأحلوه المكان المنيع فلا يصل إليه أحد أما غيرنا وهم كثير فجارهم ذليل فإذا القلة والكثرة ليست بالعدد وإنما بحسن الفعال نعم وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين طبعا هذا البيت يذكركم بماذا يا كرام هذه المفاهيم ثبتها الإسلام من المفاهيم التي ثبتها الإسلام انظروا قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الألم عظيم عند أهلنا اليوم عظم الألم واشتد على أهلنا في غزة واشتد على سائر الجسد كذلك ممن بقي فيه بقية من رمق وما زال يشعر بإخوانه لكن ينظروا يعني قلبوا الدنيا رأسا على عقب قلبوها كل رأسا على عقب الدنيا اليوم تموج وتضطرب وتختل موازينها سياسيا واقتصافيا نعم فئة قليلة نعم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مفاهيم القلة والكثرة ليست بالعدد وإنما بالصبر حسن الفعال نعم وهذا أيضا يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان إنما الناس كئب للمئة لا تجد فيها راحلة ونسأل الله السلامة والعافية وأن يغفر لنا وأن يجعلنا رواحلة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله ومنه طيب ونسأل ودعب الخزاعي قال له ما الوحشة عندك فقال النظر إلى الناس ثم أنشأ ثم أنشأ يقول ما أكثر الناس لا بل ما أقل لهم الله يعلم أني لم أقل فند إني لأفتح عيني حين أفتح ها على كثير ولكن لا أرى أحد طبعا نحن نتكلم في مفهوم القلة والكثرة وبيت المتنبي ناظر إليه إلى قول دعب حين قال لما وزنتك بالدنيا فملت بها وبالورى قل عندي كثرة العدد يقول في ممدوحه ومحبوبه سيف الدولة لما وزنتك فملت بها وبالورى قل عندي كثرة العدد ما عدت أعبأ بكثرة العدد وفي كتاب المنصف من السارخ والمسروق له نص ابن وكيع التنيسي على أن هذا البيت أن هذا المعنى مأخوذ من قول دعب وفي طريقة هذا البيت قول آخر فجارك عند بيتك لحم ضبي يعني كلحم الضب متاح مباح يصل إليه كل الناس ويصيدونه وجارك عند بيتك لحم ضبي وجاري عند بيتي لا يرام وكذلك قول الآخر هم السمن بالسنوت والسنوت العسل في لغة قريش هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم لا خيانة فيهم وهم وهم يمنعون جارهم أن يقرد أي أن يخان ويغذر به وهم يمنعون جارهم أن يقرد وهذا معنى فاش منتشر في أشعار العربي وحكمه نعم إذن كما قلنا الحالية هنا متعينة والعطف لا يجوز وجارنا عزيز بينا هذا أيضا في هذا البيت إطناب بالتكميل تنزل مع المخاطب ولون الأسلوب مرة أخرى يعني هو إذا أصر على وصفهم بالقلة أنتم قليل أخي هو قال وما قل من كانت بقاياه مثلنا فإذا أصر المخاطب قال له تعا وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز إذن قال له إن القلة والكثرة بالفعال لا بالعدد فرب فئة قليلة كانت خيرا من ألوف الناس لا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم وبينت كذلك أن الحالة الثانية فيها فضل توكيد كذلك لأنها مفهومة ضمنا من الحال الأولى طيب والخبر في قوله وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز طبعا الخبر هنا كما قلت فيه تعريض تعريض بعشيرة آخرين الله أعلم بهم لا نعلم كما تقول أمام مخاطب تكرهه أو تريد أن تعرض به تقول له أنا لا أكذب حاشاكم وأعزكم الله تريد بذلك البعيد أن تتكذب نعم وأيضا في هذا البيت الخبر في هذا البيت خرج إلى الافتخار البيت كله الخبر فيه خرج إلى الافتخار ثم انظروا إلى هذه المقابلة اللطيفة التي نصت المعنى وأبرزته في أبهى حلة المقابلة وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل قليل كثير الأكثرين وعزيز وذليل نعم إذن المقابلة ها هنا أيضا لها دور عظيم في إبراز هذا المعنى وإضاحي المباينة بين الفريقين نعم طيب ثم يقول يتابع الفخر انتهى الكلام لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل يحتله أي ينزله أو ينزل فيه حل في المكان واحتله أي نزل فيه لنا جبل يحتله من نجيره نجيره أي نمنعه ونحميه ومنيع هذا الجبل إما أنه يمنع الناس الذين ينزلون فيه يكونون في منعة وأمان أو هو ممنوع فيه الناس إما هو مانع أو ممنوع فيه الناس نعم لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل يرد الطرف أن يرجعه فيعود الطرف ضعيفا متعبا لم يصل إلى غاية نعم يحتله يحتله يا كرام وزنها يفتعله وما معنى الزيادة فيه يحتله ما رأيكم جميل جميل بارك الله فيكم نعم نعم ما معنى الزيادة فيه يحتله لنا جبل يحتله من نجيره المبالغة نعم لأنه قلنا يحل في المكان و يحتله حل في المكان وحتله وحتله حل في المكان أو حل المكان أو في المكان وحتله وهنا أتذكر قصيدة سلمي ابن ربيعة وهي مفضلية طويلة نعم وكنت قد درست أبياتا منها لطلبة في معهد مكة المكرمة وحللناها تحليلا لطيفا طويلة في أكثر من مجلس حللنا تلك الأبيات يقول في مفتتاحها حلت تماضر غربة فاحتلت شوف البيان العالي حلت تماضر غربة فاحتلت قالها بعد أن فرقته زوجته وفاركته حلت تماضر غربة فاحتلت خلاص احتلت أي مكثت في ذلك المكان وتمكنت وما عدت تعود إليه حلت تماضر غربة فاحتلت تلجا وأهلك باللوا فالحلة وكأن في العينين حب قرنفل أو سنبولا كحلت به فانهلت زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي تربت يداك وهل رأيت لقومه مثلي على يسري وحين تعلتي رجلا إذا من نائبات غشينه أكفى لمعضلة وإن هي جلتي ثم يبالغ في متح نفسي ومناخ نازلة كفيت وفارس نهلت قناتي مما طاه وعلتي نعم إلى آخر الأبيض نعم فإذا حلت تماضر غربة فاحتلت انظر البيان كيف استعمل حل واحتل تفكر جيدا في هذا نعم فإذا هنا يقول نعم هنا يقول يحتله ليس يحله تقول لي الوزن أجعه لذلك ياخي هذا عفريت هذا عفريت كان يمكن أن يقول يحله ويغير في النظم لكن يحتله لها وقع آخر وهو هنا في مقام الفخر لنا جبل يحتله من نجير منيع يرد الطرف وهو كليم نعم فيحتله الزيادة فيه للمبانغة وأصله يحتليله يحتليله يفتعلوه يحتليله التقى مثلان متحركان وقبلهما متحرك فلا يمكن نقل الحركة ماذا نفعل نسكن اللاما الأولى ثم نضغمها في الثانية إضغاما كبيرا واجبا ونجير ما أصل نجير يا كرام ما رأيكم نجير ما أصل نجيره لنا جبل يحتله من نجيره أصله الأستاذ النزار سأل سؤال مهما عن يحتله نعم يعني صار لها الآن معنى سلبي معنى الغصب والإكراه وأخذ الديار عنوة لا المعنى القديم ليس كذلك يعني هذا معنى جديد طارئ مولد فالحق فالحق أنه احتل في المكان أقوم فيه بحق أو بباطل فالآن صار يطلق ضيقة الدلالة صار يطلق على يعني على من أخذ مكانا أو جلس فيه بباطل دون إذن صاحبه وبالمناسبة يعني هذا التطور لطيف يعني معما تؤديه صيغة احتل من المبالغة في ذلك يعني هذا التضييق في الدلالة عند عامة الناس اليوم وربما صار شائعا عند المثقفين وعند الكتبة حقا هو تطور لطيف لا أتكلم يعني أقره أو لا لا علاقة لي بالأمر نعم أصف فقط نعم نجير أصله نؤجوير حذفت الهمزة حملا من حذفها في المضارع المسد إلى المتكلم فصار نجوير ثم أعلع حملا على الماضي المجرد فصار نجوير وأن ساكنة وقبلها كسر قريبت فصارت نجير والزيادة فيه قالوا طبعا أجار قالوا أجاره أي حماه ومنعه من أن ينزل به الجور والظلم إذن الزيادة فيه قالوا للإزالة للسلب نعم للسلب والإزالة نعم هكذا قالوا ولنا فيها كلام إن شاء الله تعالى لعلنا نتكلم فيها في درس التصريف إن يسر الله سبحانه وتعالى طيب إذن لنا جبل يحتله من نجيره منيع لنا جبل كما تعلمون خبر مقدم ومتدى مؤخر يحتله الجملة صفة لجبل يحتله من نجيره منيع منيع صفة ثانية لجبل يرد الطرف صفة ثالثة لجبل وترون أنه وصف بالجملة أولا ثم عاد إلى الوصف بالمفرد ثم وصف بالجملة هذا جائز سائغ لا إشكال فيه وإن كان خلاف الكثير قد نصصت على هذا أكثر من مرة في شرح الحماسة لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل نعم ومنيع كما قلنا إما أن تأخذه من منوع منوع يمنع مناعة فهو منيع صفة مشبهة طيب وإما أن تأخذه من منع يمنع فهو مانع ومنيع يعني مبالغة اسم الفاعل وإما أن تأخذه من منيع بمعنى ممنوع أي ممنوع الناس فيه فهو بمعنى اسم المفعول إذن إما أن يكون صفة مشبهة من منع أو مبالغة اسم فاعل من منع أو على صيغة فعيل بمعنى اسم المفعول الممنوع من منع أيضا طيب يرد الطرف والطرف في الأصل مصدر طرف يطرف طرف نعم عبر به عن اسم الذاتي وهو العين للمبالغة وقيل إن الطرف هو امتداد لحظ العين حيث ترى هذا قاله ابن دريد فيما أظن نعم ابن دريد امتداد طرف العين حيث ترى هكذا كأن التعبير كان فإذن هو في الأصل مصدر عبر به عن اسم الذاتي للمبالغة منيع يرد الطرف ألف الطرف جنسية للاستغراق للاستغراق الحقيقي يعني كل طرف فلا يستطيع أحد أن يملي عينه من ذاك الجبل سرعان ما يرتد طرفه خاسئا كليلا حسيرا نعم طبعا هو كليل في محل نصب حال إذن من دخل في جوارنا دخل في حمى منيع لا يمكن أن يصل إلي أحد مرة أخرى يعود إلى تكرار هذه المعاني إذن عندنا هنا إطناب بالتكرار كرر المعنى بألفاظ مختلف تبكيتا وتقريعة طيب الجبل ها هنا اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنه إلى أن المراد به الجبل حقيقة حقيقة هذا اللفظ أن المراد به حقيقة هذا اللفظ لا سيما من قال إن هذه القصيدة لسه مؤل قالوا لأن لأن قصره كان قد بناه على جبل فإذا لنا جبل يحتله من نجيره هو جبله نعم هو حسمه الأبلق الفرد كما قلنا يسمى بالأبلق الفرد نعم ثم وقالوا هذا من الأدلة على أن القصيدة له وذكروا بعده بيتا آخر وهو قوله هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطول يعني أضافوا بيتا آخر بعد هذا لنا جبل ما ذاك الجبل هو الأبلق الفرد فهمنا هذا والأكثرون من الشراح على أن ذكر الجبل هاهنا على سبيل الاستعار لنا جبل أي عز ومجد منيع يشبه الجبل في العلوب والرفاق ففيه تشبيه المحسوس بالمعنوي وهذا أقل من تشبيه المعنوي بالمحسوس لتقريب الصور واضح طيب تشبيه محسوس بمعقول حذف المشبه وبقي المشبه به فالاستعارة تصريحية ثم انظر حتى يذهب بك في هذه الاستعارة كلما ذهب ذهب يرشح الاستعارة ويقويها ويثبتها لنا جبل يحتله هاه يعني كأنه جبل جبل نحن قلنا إن المردبي العزة والرفع قال لا لا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كل ما ذكر بعد هو قرينة عفوا هو ترشيح لهذه الاستعارة نعم ترشيح لهذه الاستعارة نعم طيب وفي قوله بينا هذا وفي قوله يحتله من نجيره كناية عن الأمان الذي يناله من ينزل في جوال في جوالهم خصوصا ما وفق إليه الشاعر في قوله يحتله بصية المبالغة التي تدل على الثبوت والاستقرار لا يخاف أبدا بل يستقر نعم ومثل هذا في روعة البيان كما قلنا قول سمي بن ربيع حلت تماظر غربة فاحتلتي فالجا وأهلك باللواء نعم فالحلتي طيب سنكتفي بهذا القضي اليوم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا إذا كان قد فاتني بضعة أسئلة فأرجو أن تكملوها في المجموعة إن شاء الله نتناقش فيها ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر